وعلى هامش انطلاق أشغال قيمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لأفريقيا وخلال لقاء جمعه برئيس جمهورية كينيا السيد ويليام روتو حمل الرئيس الكيني الوزير الأول نذير العرباوي نقل تحياته وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منوها بالعلاقة الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين كما حمل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الغزواني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حمل الوزير الأول نقل تحياته الخاصة وبالغ تقديره إلى رئيس الجمهورية وتمنياته لشعب الجزائرية الشقيق بدوام التقدم والازدهار